أحمد عاصي الجربة رئيسا جديدا للإئتلاف السوري المعارض خلفا لأحمد معاذ الخطيب المستقيل الجربة هو الاسم الخامس الذي يتولى هذا المنصب في غضون سنتين في انتخابات جرت في اسطنبول وانحصر التنافس فيها بينه وهو القريب من ميشيل كيلو والمدعوم سعوديا لينال خمسة وخمسين صوتا وبين مصطفى الصباغ المقرب من قطر والذي نال اثنين وخمسين صوتا فيما حصلت سهير الأتاسي على منصب نائب الرئيس ولد الجربة في الحسكة المجاورة للعراق وهو من شيوخ عشيرة شمر السورية حاصل على شهادة في العلوم السياسية وسجن عامين في أثناء ربيع دمشق مع رياض صيف وناشطين آخرين وهو عضو الأمان العام للإئتلاف المعارضة السورية ورشح لعضوية المكتب التنفيذي في فترات سابقة إشارة إلى أن جربة هو أبن عم قائد لواء الجزيرة الذي يسيطر على معبر الياروبية وعلى أبار النفط ميدانيا حقق الجيش السوري تقدما في حي الخالدية في مدينة حمص لكن المعارك لم تتوقف والاشتباكات مستمرة في هذا الحي الذي تحاول القوات النظامية السيطرة عليه كمقدمة لأحكام السيطرة على حمص القديمة بحيث تكون المدينة كلها في قبضة الجيش المرسد السوري وناشطون معارضون بثوا صورا على الإنترنت أكدوا فيها استمرارهم في القتال حتى الرمق الأخير وتنديدا بعدم بدل المجتمع الدولي أي جهد لوقف حصار حمص والعمليات العسكرية أعلن عضو مجلس محافظة حمص المعارض واصف الشمالي أن المجلس علق عضويته في الاتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في ريف دمشق ذكر المرسد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات جوية على الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة لسيما القابون والعسالي حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة فيما بث تلفزيون السوري صورا لمخازن أسلحة وعبوات ناسفة للمقاتلين المعارضين في هذه الأحياء بعدما دخلها الجيش السوري